بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في الحلقات الماضية ذكرنا أن المصدر الأول للثقافة الإسلامية هو القرآن الكريم وهذا القرآن يحتوي على كل ما يحتاج إليه البشر وذكرنا أن من المشاكل التي ابتلي بها المسلمون هو تقديس آراء الرجال غير المعصومين مع أن آراء الرجال هو جهد بشري ويمكن لذوي الإختصاص مناقشة أي جهد بشري والجهد البشري يحتمل الخطأ فبناء على ذلك تقديس آراء غير المعصومين سبب غلق باب الإجتهاد وغلق باب الإجتهاد أضر كثيرا لأن كثيرا من القضايا مستحدثة وفي كثير من الأحيان نواجه بأمور أو بقضايا لم نكن نواجهها في السابق بل في كثير من الأحيان التطور الصناعي أو التطور في مجالات أخرى خلق موضوعات جديدة وهذه الموضوعات الجديدة بحاجة إلى حل وإلى علاج وإلى بيان الحكم حدثت مشاكل مع كل اختراع وكل تطور هناك أيضا يلازم ذلك التطور بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل غلق باب الإجتهاد أدى إلى جمود الفكر وإلى ضمور الفكر وإلى أن لا يجد كثيرا من المسلمين حلولا لمشاكلهم وهذا بالمآل أدى إلى التجاء الكثيرين إلى الثقافات الأخرى لأنه في بعض الأحيان هناك أفكار أو أطروحات لبعض المواضيع وخاصة المواضيع المستحدثة فبغلق باب الإجتهاد أدى إلى وصول بعض المسلمين إلى الطريق المسدود والإنسان إذا وصل إلى طريق مسدود يحاول أن يجد حلا ومنفذا أيا كان هذا المنفذ عادة فلذا الكثير التجأوا إلى الحلول المستوردة مع أن كثيرا من هذه الحلول لا تنسجم مع البنية الدينية الإسلامية ولا تنسجم مع ثقافات المسلمين ولا مع الثقافة الإسلامية الأصيلة وهذا أدى إلى ضمور وإلى قصور إسهامات الكفاءات العلمية والفكرية والثقافية في ملء الساحة ونحن كما نعلم وخاصة في العصر الحديث بسبب التطور الصناعي وبسبب التطور في بعض البلدان من الجهة الفكرية ملأت الساحة بأفكار وهذه الأفكار قد لا تنسجم مع الفكر الإسلامي فأنت لا يمكن أن تقول للناس لا تنتهجوا هذا النهج إلا إذا جعلت بديلا له الله عز وجل في القرآن الكريم وفي عموم التشريع الإسلامي نشاهد إذا حرم شيئا فجعل بديلا لذلك الحرام أحلى الله البيع وحرم الربا بل في هذه الآية قدم الحلال على الحرام يعني يشرع الحلال أولا الطريق المشروع ثم يحرم الطريق المضر وهذا هو أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الشرع إذا الله عز وجل حرم الزنا فإنه أباح الزواج الدائم أو الموقت ولذا نشاهد الذين حرموا الزواج الموقت مع أنه منصوص في القرآن الكريم ولم ينسخ هذا الحكم وإنما أحد الرجال قال فيه برأيه نشاهد هؤلاء حينما يواجهون بمشكلة اجتماعية كبيرة مشكلة العنوسة ومشكلة العزوبة ومشكلة فوات قطار الزواج لكثير من الناس اضطروا أن يوجدوا حلولا مع أن الحل موجود في الإسلام منتهى الآمر أنه الإنسان ينبغي عليه أن لا يقدس آراء الرجال إذا قال أحد من الرجال برأيه شيئا وهذا الرأي كان يخالف كتاب الله وسنة رسوله يؤخذ بالكتاب والسنة ويترك رأي ذلك الرجل ولكن هذه الحالة من التقديس لا يريدون أن يتخلوا عنها فاضطروا إلى أن يوجدوا بدائل كالزواج المسيار والزواج السياحي وزواج الفرند والزواج بنية الطلاق وما إلى ذلك في حين أن الله عز وجل لما كان يعلم بحاجة الإنسان حرم الزنا وأوجد بديلا مشروعا يحفظ حقوق الرجل والمرأة وينظم العلاقات بينهما في الأطر المشروع فبناء على ذلك كثير من الأحيان يوجد هناك تطور علمي صناعي اجتماعي وما إلى ذلك ووجدت الأفكار وهناك العشرات والمئات بالآلاف من مراكز الدراسات ومن مهمة الكثير منها استقصاء المشاكل في العالم وإيجاد حلول تنسجم مع ممولي تلك المراكز أو مع الثقافات التي يحملونها غلق باب الإجتهاد أدى إلى أنه الإبداع في جانب الإجتهاد الديني يصاب بالضمور ولذا في كثير من الأحيان كما أشرنا يواجه كثير من المسلمين مشاكل غير قابلة للحل بالنسبة إليهم فيلتجؤون إلى حلول مستوردة أخرى لا تنسجم في كثير من الأحيان مع مباني الشرع الإسلامي أما نحن حينما نعتقد بأن باب الإجتهاد ليس مغلق باب الإجتهاد مفتوح طبعا ليس إجتهادا مقابل النص هذا ليس بإجتهاد بل هذا باطل وإنما الإجتهاد في فهم النص والإجتهاد في تطبيق النص على الجزئيات الخارجية أو الجزئيات المستحدثة فحينئذن حينما نحن لا نقول بذلك لا نواجه بطريق مسدود أي مشكلة من مشاكل العصر الحاضر تجد له حلا في فقه الإمامية لأن الإجتهاد مفتوح وهناك مشتهدون وهؤلاء ينظرون إلى الموضوع الحديث أو المستحدث أو المشكلة الجديدة ثم يراجعون إلى مصادر التشريع والمصدر الأول كما ذكرناه هو القرآن الكريم فيجدون الكبرى التي تنطبق على هذا الموضوع الكبرى بالتحليل أو بالتحريم أو بأي حكم آخر الوجوب مثلا أو الاستحباب أو الكراه ولذا نحن نشاهد أن الكتب خاصة في الحال الحاضر الكتب التي ألفت في فقه الحياة يعني المسائل الموضوعات المستحدثة الجديدة كتب فيها الفقهاء المعاصرون كتب ليبينوا وجهة نظر الإسلام في هذه القضايا المستحدثة أو العلوم المستحدثة ولذا مثلا نشاهد أن موسوعة الفقه للسيد الوالد رحمة الله تعالى عليه بلغت 150 مجلدا ما يقارب من تسعين مجلد من مجلدات هذه الموسوعة في الفقه المتداول من اليوم الأول إلى يومنا هذا من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والرهن والإجارة والنكاح والطلاق والإرث والقضاء والشهادة والحدود وما إلى ذلك هذا الفقه المتعارف وحوالي 60 مجلدا من هذه الموسوعة خصصت بالأمور المستجدة مثل السياسة والاجتماع وحقوق الإنسان والإعلام وما إلى ذلك هذه الموضوعات لم تكن متداولة في السابق إما لعدم الحاجة إليها أو لأنه لم يكن هناك التفات إليها وأنا سمعت السيد الوالد رحمه الله رحمه الله كان يقول أن الفقهاء السابقين كانوا يرون أي أمر يرتبط بحياة الناس كانوا يأتون ويؤلفون كتابا فقهيا لبيان وجهة نظر الشرع في ذلك فلذا نحن نشاهد أن من الكتب الفقهية من اليوم الأول كتاب السبق والرماية كتاب السبق والرماية ما هو؟ هناك الناس من صدر الإسلام وقبل الإسلام كانوا يتسابقون سواء المسابقة بالركف أو بالخيل والبغال والحمير أو برامي السهام والرماح وما إلى ذلك السابق والرماية أو بتعبير اليوم الرياضة هناك في جميع الكتب الفقهية باب باسم السابق والرماية بيان الحالات المحللة من الحالات المحرمة المراهنة مثلا محرمة ولكن السبق بشروطه محلل يعني الجائزة التي تعين لبيان أمر يحتاجه الناس ويمارسونه وتنظيم هذا الأمر في ضمن الإطار الشرعي فالآن الوالد كان يقول الآن هناك بسبب التطور الصناعي وتطور الاتصالات والمواصلات حدثت حاجات جديدة للناس هذه الحاجات الجديدة يجب بيان رأي الشرع فيها ونحن بينا هذه الأفكار الشرعية في هذه المجلدات التي كما ذكرت بلغت حوالي ستين مجلدا والمأمول أن الفقهاء يواصلون هذه الطريقة كلما استحدث أمر جديد وإحتاج إليه الناس ودخل في حياتهم نحتاج إلى بيان رأي الشرع في ذلك وإذا كان ذلك الأمر محرما من الشرع نحاول نفكر في إيجاد بديل محلل لذلك لأن الشرع قبل أن يحرم شيئا يوجد البديل المحلل لذلك الشيء ولذا مثلا حينما انتشرت الفضائيات ومن المعلوم أن الغرب لتصدير ثقافته إلى العالم أجمع حاول أن جميع الثقافة التي يعتقد بها يعممها على مستوى العالم ومن أفضل الأدوات كانت الفضائيات وفي البداية يعني القنوات الفاسدة المفسدة والإباحية هذه القنوات غطت كثيرا من هذه الفضائيات في كل الوقت أو في بعض الوقت فبناء على ذلك الوالد رضوان الله تعالى عليه كان يقول نحن لو نقول هذا الأمر محرم فإنه بعد فترة لأن هذا التطور التقني لا يمكن أن تعارضه بالتحريم فقط هذا التطور التقني سيغزو البيوت فإذا أنت بمجرد التحريم تريد أن تقابل هذا التطور التقني فإنه بعد فترة المجتمع سيتجاوزك فنحن بحاجة إلى إيجاد بديل محلل ولذا كتب كراسا هذا الكراس باسم الأفلام المفسدة أو الفاسدة في القنوات الفضائية وقاية وعلاجا وتطرق في هذا الكراس لإيجاد حلول لكي لا تغزو هذه القنوات الفضائية الفاسدة والمفسدة بيوت المسلمين ومن تلك الحلول هو إيجاد قنوات بديلة إيجاد قنوات بديلة هذه القنوات البديلة تلبي حاجة المجتمع الحديث لمشاهدة الفضائيات أو التلفزيونات فبناء على ذلك الإسلام إذا حرم جعل بديلا نحن إذا غلقنا باب الإجتهاد فحينئذ نتوقف كما توقف كثير من المسلمين وحينئذ الإبداع يتوقف حينئذ القدرة على تطبيق الكليات الشرعية الواردة في القرآن وفي سنة وسيرة الرسول العظم العيمة الطاهرين لا نتمكن من تطبيقها على الموضوعات الجديدة إضافة إلى أنه كما ذكرنا تلك الإجتهادات السابقة هي جهد بشري وهذا الجهد البشري معرض للخطأ ويمكن بتطور علم الفقه والأصول وما إلى ذلك المتخصصون والأخصائيون يكشفون أو يكتشفون بعض مواطن الخلل في بعض الآراء السابقة هذا بالنسبة إلى المصدر الأول من مصادر التشريع وهو القرآن الكريم هنا نحن نواجه يعني المسلمون واجهوا ووجهوا بعدة مشاكل في طريقة تعاملهم مع القرآن الكريم فالكثير تعاملهم مع القرآن الكريم كانت تعاملا خاطئا وهذا التعامل الخاطئ سبب عدم الاستفادة الصحيحة من القرآن الكريم وبعض الأحيان استفادت أمور هي خلاف القرآن الكريم فأولا وقبل أن نبدأ بهذا البحث ينبغي علينا أن نجزم وأن نعتقد بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا علم واعتقد أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى فإنه من المعلوم أنه يكون فوق كلام البشر وهو قول الفصل في حين أن كثير من المسلمين هؤلاء صحيح باللسان يقول بأنه يعتقد بالقرآن الكريم ولكن قلبه ليس مطمئنا بالإيمان فيتعامل مع القرآن الكريم كتعامله مع كلام سائر البشر وهذا التعامل هو منشأ الابتعاد عن كثير من المفاهيم القرآنية السامية ومنشأ الابتعاد عن القرآن الكريم عملا صحيح بالقول قد المسلمون جميعا يقولون بأنهم يعتقدون بالقرآن ولكن هذا بالنسبة إلى الكثير منهم لقلقت لسان لأن الاعتقاد الجازم يظهر على الجوارح ويظهر على عمل الإنسان أما إذا لم يظهر على عمل الإنسان فإن ذلك ليس باعتقادا وليس جازما وإلا لو كان جازما لظهر على أعماله إذا الإنسان اعتقد بأن خطرا يهدده إذا حقيقة اعتقد فإنا نجد أن هذا الاعتقاد يظهر على جوارحه يهرب أو يحاول أن يفر من ذلك الخطر لكن الإنسان إذا قال بأني أواجه بخطر ولم نشاهد على جوارحه أي تغيير لم يهرب لم يحاول دفع الخطر عنه فإننا حينئذ نقول إن هذا الشخص كلامه لا ينطلق عن اعتقاده لو كان ينطلق هذا الكلام من اعتقاده لفر أو لحاول العلاج الكثير من المسلمين مع الأسف حالهم الآن هكذا يقول بلسانه إنه يعتقد بالقرآن وأنه كلام الله وأنه فوق كلام البشر وفوق النقد لأنه الحق المطلق ولكن من حيث العمل لا نرى هذه العقيدة تظهر على عمله مما يكشف عن أن اعتقاده ليس اعتقادا سليما واعتقادا راسخا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تحيى العناس ٹو K достائف أك لطف خтом صحي لي تتحوي ولائه علم مkk